الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثالث من كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي لمحمد ابن إدريس الحلي هذا الكتاب سأعود إليه محمد ابن إدريس الحلي متوفى سنة خمسمائة وثمانية وتسعين للهجرة وهو أول من انتقد الطوسي علنيا هناك من انتقد الطوسي لكن ليس علنيا بسبب السلطة الغاشمة للطوسي وآل الطوسي ألا تف على الطوسي وآل الطوسي ألا تف على الطوسي والطوسيين من أولهم إلى آخرهم وصلوات على محمد وآل محمد صلوات على العترة الطاهرة الطيبة ابن إدريس في كتابه السرائر يتتبع كتب الطوسي كي يكشف أن الطوسي في كتبه لا يتبع منهج الأئمة وإنما يتبع منهج المخالف وتحديدا فإنه يتبع الشافعي الشافعي وغيره لكنه تأثر بالمنهج الشافعي أكثر لأنه درس عند الشوافعي منذ صغره سأقرأ عليكم بعضا مما جاء في كتاب السرائر وسأعود إليه كي أحدثكم عنه بالتفصيل كي أحدثكم عن ابن إدريس وعن كتابه وعن موقف الطوسيين منه ولكنه في الآخر هو على المذهب الطوسي على الأقل من وجهة نظري فابن إدريس عقائده عقائد الطوسي وموقفه من حديث أهل البيت ما هو بأحسن من موقف الطوسي هو في المسائل الفتوائية يتبع منهج الطوسي في الاستنباط بالمناسبة لكنه يحاول أن يتجنب النتائج الاستنباطية التي تكون موافقة للمخالفين كي يشكل على الطوسي وإلا منهجه هو منهج الطوسي وهو على المذهب الطوسي صفحة 361 من الجزء الثالث من كتاب السرائر لابن إدريس الحلي وهذه طبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قموا المقدسة يقول وشيخنا يشير إلى الشيخ الطوسي ذهب في مبسوطه في هذا المبسوط الذي سأعود أيضا وأحدثكم عنه حتى اسم الكتاب أخذه من الشافع فكتاب الشافع الأم في الأصل اسمه المبسوط بعد ذلك تلامذته بدلوا اسم المبسوط وأسموه بالأم حتى هذا الاسم هو أخذه من كتاب الشافع في التسمية القديمة لكتاب الشافع يقول وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوة إذا كانت دون النفس أنا لا أريد أن أتحدث عن المسائل الفقهية هنا وإنما أقرأ لكم تعليق ابن إدريس والذي له علقة بموضوعي فأنا أحدثكم عن موقفي الطوسي من حديث أهل البيت وقلت من أن المعلمة الثالثة من معالم المذهب الطوسي نقض حديث أهل البيت الطوسي هذا هو الذي كان يفعله هنا هنا مسألة ترتبط بأحكام القتل وأحكام الدية وأحكام القود وأنا لا أريد أن أخوضه في هذا الأمر وشيخنا ذهب في مبسوطه إلى أن الدعوة إذا كانت دون النفس الدعوة عند القاضي رفعها من رفعها بخصوص اعتداء عليه دون القتل دون النفس دون القتل فلا يراعى فيها أن يكون معه لوث اللوث تأتي بمعنى التهمة بمعنى القرينة التي يستعان بها على إثبات جريمة القتل قلت لكم أنا لا أريد أن أخوضه في هذه المسألة إنما أريد أن أقرأ عليكم ماذا علق ابن إدريس الحلي وبالمناسبة ابن إدريس الحلي فيما بينه وبين الطوسي هناك قرابة عبر الأجيال وإلا فإن الزمان بعيد فيما بينهما الطوسي توفي سنة أربعمائة وستين وابن إدريس توفي سنة خمسمائة وثمانية وتسعين للهجرة هكذا يعلق ابن إدريس الحلي يقول وهذا قول بعض المخالفين هذه الفتوى لا علاقة لها بحديث العترة وهذا قول بعض المخالفين ذكره في هذا الكتاب في كتابه المبسوط لأن معظمه لأن معظم هذا الكتاب فروعهم مثل ما قال هو في المقدمة إنني أريد أن أفرع في الفتاوى والأحكام من أين جاء بهذه التفاريع منهم قرأت ذلك عليكم قبل قليل إذا أردنا أن نتتبع كتابه المبسوط وهو في عدة أجزاء هذا الذي قرأت منه هو الجزء الأول وهذا قول بعض المخالفين ذكره في هذا الكتاب في المبسوط لأن معظمه لأن معظم هذا الكتاب فروعهم فروع المخالفين فهذا هو الفقه الشافعي واسم الكتاب هو هو اسم كتاب الشافعي هذا في صفحة 361 في صفحة 295 أيضا وهو يتحدث عن مسألة فقهية بخصوص الميراث ولا أريد أن أخوضه في هذه المسائل إنما أريد أن أقرأ كلامه تعليقه بخصوص ما يفتي به الطوس هكذا يقول محمد ابن إدريس وهذا تأويل يتحدث عن فتوى الطوس وتحليله الفقه يقول وهذا تأويل يرغب الإنسان عنه ويربأ بنفسه منه لأنه مصير إلى مذهب المخالفين وعدول عن آية ذوي الأرحام وأصول المذهب يتحدث عن مذهب الإمام الصادق الإمام الصادق ليس عنده من مذهب ابن إدريس هو على المذهب الطوسي لكنه ليس ملتفتا إلى نفسه من أنه على المذهب الطوسي لأنه مصير إلى مذهب المخالف وعدول عن آية ذوي الأرحام وأصول المذهب ورجوع إلى القول بالعصبة نحن لا نقول بالعصبة في الميراد المخالفون يقولون ولا أريد أن أخوض في مسائل الميراد ثم هدم ونقض لإجماعنا وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون لا يعقلون يعني لا يشتركون في الدية في دية القتل الخطأ باعتبار أن العاقلة العشيرة هي التي تدفع دية القتل الخطأ هذه مسائل شرعية متداخلة لا أريد أن أخوض فيها وهو أن قرابات الأم وكلالتها لا يعقلون ولا يرثون من الدية شيئا بغير خلاف بيننا بين علماء الشيعة فل يلحظ ذلك ويتأمل ماذا قال لأنه مصير إلى مذهب المخالفين وعدول عن الذي عليه الشيعة وهذا هو واقع فقه الطوسي على طول الخط وكلما مر الزمان ثبت فقه صلاتنا شافعية الطوسي هو الذي شرعها أنتم تصلون وفقا للفقه الشافعي صلاتكم تخالف فقه دين العترة الطاهرة وقد أثبت هذا بالأدلة وبالنصوص عبر برامج السابقة أحكام الرسائل العملية في كثير منها لا علاقة لدين العترة بها إنها وفقا للشوافع أو أن استنباطها حتى لو كان من أحاديث أهل البيت فإنه يكون استنباطا وفقا لمنهجية الشافعي فتكون النتائج ليست صحيحة تكون مخالفة للذي يريده أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بينت الكثير من الأحكام في برامجي ووعدتكم ببرنامج في قادم الأيام إنه برنامج الرسالة العملية الزهرائية المجزة المتلفزة في قادم الأيام سأضع هذا البرنامج في خدمتكم وببث مباشر أجيب على أسئلتكم وأوضح لكم فتاوى الدين بحسب منهج العطرة الطاهرة لا بحسب منهج الطوسي وبحسب منهج حوزة النجف وكربلاء التي هي حوزة تفتي وفقا للمذهب الطوسي لا وفقا لدين العطرة الطاهرة وهذا هو إمامهم الطوسي أنا أسألكم العنوان الثاني في النجف بعد أمير المؤمنين ما هو جامع الطوسي دينكم لا تأخذونه من أمير المؤمنين تأخذونه من جامع الطوسي وقد عردت ما عردت عليكم كيف يتحدث الطوسي عن أمير المؤمنين وكيف ينتقص من وجامع الطوسي الذي هو في جوار أمير المؤمنين كان بيتا للطوسي وما كان الطوسي يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين ما عندكم الآن السيستاني بيته في جوار أمير المؤمنين ولا يذهب إلى زيارة أمير المؤمنين ويزورون له صورة ينشرونها في برامجهم عبر قناته الرسمية عبر قناة كربلاء يزورون له صورة على أنه هو في زيارة لأمير المؤمنين يزورون صورة محمد باقر الحكيم يرفعون رأس محمد باقر الحكيم ويضعون رأس السيستاني ويبثونها عبر قناة كربلاء على أنه في زيارة لأمير المؤمنين وهو يجاور أمير المؤمنين الحكاية هي الحكاية والمنهج هو المنهج والضلال هو الضلال هذا في صفحة 295 في صفحة 500 في الصفحة 500 والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا ابن عدريس يقول أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل التعزير عقوبة شرعية صغيرة دون الحدود يتحدث في باب التعزير والحد والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المئة التعزير عقوبة شرعية بعض أنواعها محدد بالنصوص وبعض أنواعها يترك للحاكم الشرعي وللقاضي نفسه لكن لا بد أن تكون دون الحد هذا هو المعروف في فتاوى فقهاء الشيعة والذي يقتضيه أصول مذهبنا وأخبارنا أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المئة وهو حد الزنا لغير المحصن ولغير المحصن أن التعزير لا يبلغ الحد الكامل الذي هو المئة أي تعزير كان سواء كان ما يناسب الزنا أو القذف وإنما هذا الذي لوح به شيخنا يتحدث عن الطوس من أقوال المخالفين وإنما هذا الذي لوح به شيخنا من أقوال المخالفين وفرع من فروع بعضهم ومن اجتهاداتهم وقياساتهم الباطلة وظنونهم العاطلة هذا الكلام يتكرر في كتاب السرائر من أوله إلى آخره وكلامه صحيح لذا لم يرد عليه وإنما شنعوا على شخصه قالوا وقالوا عنه ذموه قدحوه كثيرا لأنه انتقد عجلهم الطوسي على طول الكتاب يتحدث ابن إدريس الحلي بهذه اللغة من أن الطوسية يفتي هنا ويفتي هناك وفقا لمذاهب المخالفين وفي أغلب الأحيان وفقا لمذهب الشافعي ما استطاع أحد أن يرد عليه قبل أكثر من ثلاثين سنة لم يكن هذا الكتاب مطبوعا لقد قرأته في طبعته الحجرية وقارنته مع كتب الطوسي كتاب الخلاف في ذلك الوقت كان حجريا كتاب المبسوط كان مطبوعا وكتاب النهاية كان مطبوعا قارنت بينما ذكره ابن إدريس وبين كتب الطوسي فوجدت كلامه صحيحا ولذا لم يستطيع أن يرد عليه فإن الطوسية يفتي وفقا لمذاهب المخالفين سأعود إلى كتاب السرائر وأعود إلى ابن إدريس وأعود إلى كتاب المبسوط وبقية كتب الطوسي ولكن في الحلقات القادمة نذهب إلى فاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر